وارجعنا لكو تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكو عن الحروف النورانية طبعاً كلمناكو عن اللغة العربية وين الناس اللي كانت بتقول اللي هي أصلها سامي أو أرماني وكلام كتير قوي غريب كان معينا طبعاً زي ما معودنا الباحث الأستاذ عمر الزيات الباحث في الحروف النورانية أحب يعني أرحب بيك في الأول ازايك سلام عليكم طبعاً يعني كان منتكلم عنها اللغة العربية وأصلها بس احنا حابين اللي احنا نكمل على موضوعنا والنهاردة الموضوع اللي بعد اللغة العربية موضوع شريف جداً وهو الحسد والسحر وعلاقته بالحروف النورانية نكمل كلامنا عن اللغة العربية تمام قلنا حضرتك تكلمنا أن حصاس اللغة العربية قلنا أن هي عن الحاجات اللي علمها الله عز وجل لسيدنا آدم تمام وتحدى بها الملائكة لما سألوا ما اعترضوش هما سألوا سؤال تمام تتيعلوا فيها والكلام اللي احنا تكلمنا فيه تمام ثاني فللخليقة طبعاً أسرار وليها تكوين وليها معاني كتيرة هم بيقولوا أن اللغة العربية اللي مثلاً أنزل بها القرآن والكلام ده احنا أساسه لما جينا رجعنا الكلمات بتاعتهم لقيناها كلها في المعاني عندنا احنا خاطئة زي ما احنا قلنا ألف لام ميم وقلنا ياسين أو طاها أو كافة يعين صاد أو الكلام ده كله هم ليهم المعاني الحرفية أو اللغوية بتاعتهم لا تتماشى مع القرآن ولا حتى معاني لا تتماشى لا معاني ولا لغة ولا أي حاجة خالص يعني قالوا في ألف لام ميم معاني ما لهاش علاقة قالوا في طاها معناها اسمط في ياسين في كافة يعين صاد الطاعز والكلام ده كله جينا للتفسير لقيت تفسير من التفسير واحنا عندنا طبعاً رقم واحد في التفسير هو سيدنا عبدالله ابن عباس وده طبعاً الترجمان بتاع الحدوتة كلها الكونية بتاعتنا فجينا الراجع الكلام ده كله لقينا أن هم بيقولوا كمان احنا مش من العرب احنا أصول سيريانية او او فالكلام ده تكون ما كماننا عشبه له سيريانية لأن أعتقد المسيح نازل باللغة السيريانية تمام واللغة المساحية فهم ربطنها بدأ هو كتكوين لغات او قلنا مثلاً إن الكل لما جيه اتجدد اتجدد عن طريق سيدنا نوح اللي هو جيه منه سام وحام ويام أو في رواية أخرى ياف فهم التلاتة اللي جيه التكوين كله بتاعنا فإحنا طبعاً من سام ومعنا طبعاً بني إسرائيل ونزلت فيهم صور كتيرة كالبقرة او الامرانة والكلام ده او القصص القرآنية لطبعاً الحدوثة الكونية في السحر اللي لسه تكلف فيه سيدنا موسى فردنا وقلنا الكلام ده كله فجينا رجعنا طبعاً التاريخ عندنا لأينا هما الناس بتاعهم يرجع لهود يرجع إلى نوح يرجع إلى إرم او أنا بقى عايزة أقاف عند إرم تمام إرم ماذا تلعامي ده؟ عايزين بس نقول لناس يعني إيه إرم؟ إرم كان بعد الأساس بتاع سيدنا نوح جيه طبعاً هود وبعدين جيه سيدنا عد ورغم الكلام ده كله ما يخص إنهم جماعات كونية زي عندنا احنا مثلاً التاريخ لما يجي يتجدد بيجي فيه سنة بيجي فيه طبعاً لو قلنا من البداية هنقول مثلاً صحابة قلنا مثلاً عندنا احنا تابعين تابع التابعين فهم في التسلسل الزمني جات الناس دي بعد سيدنا نوح فهم من ضمن الناس اللي ذكرهم القرآن في القصص القرآنية وهيجي الكلام عنهم إن هو إرم أو عاد أو سمود أو الكلام ده كلهم من ضمن الجماعات اللي هي مش الجماعات في اللغة اللي هي المحزورة أو الكلام ده الجماعات اللي هي الخلقية التكوينية اللي جات بعد سيدنا نوح كان نقول خليقة كانت تكوين خليقة يبقى احنا كده قلنا هود وعاد وإرم حضرتك بقى ربطتها بقصة اليمن والعربين والمستعربين تمام قلنا إن لما جاء سيدنا إبراهيم وخد سيدنا إسماعيل مكة والكلام ده كله وبدأ القصة والجهات في موضوع التوحيد والكعبة والكلام ده كله كان ليه أساس التوحيد إن التوحيد كان أساسه برضو من بعد سيدنا آدم كان فيه نوح ويجي الحديث عن سيدنا رسول الله إن بين آدم ونوح عشرة قرون يعني ألف سنة ثم اختفت توحيد إلى أن جاء سيدنا نوح طبعا وجات الخمسة اللي هم ذكروا في القرآن اللي هم الخمسة الصالحين اللي تعبدوا من دون الله فجي التكوين يتجدد والكلام ده كله لغاية ما جاءت القصة اللي حضرت بتحكي فيها إن كل الأكوان جاءت تبدلت بقى فيه توحيد وبقى فيه كف وبقى فيه الحاد وبقى فيه الشرك وجاءت العملية تبدلت لغاية ما جاءت الأنبياء وجينا عند سيدنا إسماعيل الجد اللي هو خده سيدنا إبراهيم فيه حاجة اسمها عرب عاربة وعرب مستعربة العرب العاربة اللي هم التلاتة الأنبياء هود وشعيب وصالح دول العرب اللي هم أساس العرب ونبيك يا أبا الزر في الحديث هود وشعيب وصالح وسيدنا محمد الرابع صلى الله عليه وسلم والحديث لما جاء ذكره قال له يا أبا الزر إن الأنبياء سلاس ونبيك محمد فاجي لما جاء ذكر الحديث قال هود ذكر هود وذكر صالح وشعيب ونبيك يا أبا الزر اللي هو سيدنا محمد فيرجع إلى الجد إسماعيل فإسماعيل ليس عربي إنما كان كان عنيا وكان عنيا طبعا يعني التاريخ كان ذكر في القصة بتاعته ومتاتل الشياطين قلنا أرض كان آن وقلنا بابل وقلنا كاركوك للعراق فدي من ضمن الأسرار بالدول اللي هي موجودة في الدول في الدول خاصة العراق تمام طبعا العراق وبابل دايما مشهورين ودي حضارة دي حضارة من الحضارات العظيمة تمام طيب يعني إحنا كده بنقول سيدنا إسماعيل نستعرب تمام لم يكن عربيا إنما كان كانعانيا كانعانيا فلما كان مع الهجرة بتاعت سيدنا إبراهيم والكلام ده كله وأقام في حضر موت فتعلم العربية بطلاقة وكمان نقول إنه هو تفوق عليهم إنما هو كان كانعانيا ولم يكن عربيا تمام ده في الأساس طيب كده إحنا نحينا موضوع اللغة العربية تمام وبرضو ليها حديث كتير يعني إحنا برضو إحنا وراهم لغاية ما نسبة إن القرآن عربي إن شاء الله طيب عادينا بقى نتكلم عن السحر والحسد تمام السحر والحسد دي من أكتر المواضيع اللي بيهتمي بيها الشعب المصري خاصة تمام إيه أصل السحر تمام أصل السحر لما جينا قلنا في الآية القرآنية اللي تكلمنا فيها عبد كده حضرتك وانتبعوا ما تتلو الشياطين الآية 102 الموضوع القرآني إن الملكين اللي نزلهم ربنا بباب للعراق اللي هم هاروت وماروت نزلوا عشان الناس تتعلم علم السحر تضاهي به أعمال السحر والتفرقة بين الأزواج والأزى وكل ما هو مكروه وكل ما هو يغضي بالله فبرضو كأجات الروايات إن هم ما كانوش ملكين وكان وكان زي ما تكلمنا قبل كده عليهم فطبعا زي ما تكلمنا قبل كده إن ابن عباس كان ذكر لأكتر من حديث هم كانوا ملكين أصل السحر وأقوى لما نزلوا في الموضوع القرآني في بابل في العراق جيب بعدين القوة بتاعة السحر في زمن سيدنا سليمان والأسطورة اللي هو تذكر أكتر من 74 موضع قرآني سيدنا موسى فهو القوة الزاتية للسحر في الموضوع ده كانت على زمن سيدنا موسى وكان ربنا أو حاله سيدنا موسى ولا سيدنا سليمان سيدنا موسى كان الأقوى آه لأن سيدنا حقيقي لأن احنا اتكلمنا في حلقة بكده تمام اللي سيدنا سليمان لما ميت آه تمام هم عيفوا حتى لما لما كانوا هم يجوا ياخدوا الكتب بتاعته اللي هو كان قلنا آصن اللي هو الكاتب بتاع الواحي وكاتب العلم فاخدوا الكتب دي من تحت العرش بتاعه وضفوله وغيروله وبعدين قالوا إن سليمان ده كافر وكان يصحر وكان 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 هليننا بس نوضح للنس اللي ما كانتش من طبعين من الحلقات الأولى يعني كان سيدنا سليمان بعد ما ميت هو كان قبل وفايته وكان بيسجل كل حاجة طبعا آه كل علمه أيوه فاسمه ايه آصن 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 دي برضو الاسم اللي من ضمن الحروف النورانية نورانية تمام آصن اللي هو الكاتب بتاعه وكان بيحط ودفن كل الحاجات اللي كان بيكتبها تحت الكوزي بتاع سيدنا سليمان فلما توفر بدلوا في الكتب دي وغيروا فيها الشياطين وحرفوها وده كانت سنن الكتب اللي هي السماوية اللي تلعب فيها وده كان من ضمن برضو الاسرار دي اول حاجة ثبتت ان دي كانت سنة تغيير الكتب السماوية واللي تلعب فيها كيتكلموا اليهود يقولك ان سيدنا موسى ما ماتش برا فاقه الله او عند المسيحية كذا وكذا وكذا والاختلافات دي فجات السنة ان الكتب دي اتغيرت واتلعب فيها فرد القرآن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر اذا اصل السحر هو الشياطين وهناك فرق بين الشيطان والجن والمارد هيجي تعرفات لي وده مع الناس دي فيه ناس كتير يختلط عليها الامر فهنشرح الموضوع ده باجاز طبعا نرجع تاني الاصل السحر يبقى احنا كده كلمنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على مركة سليمان وذكرنا هاروت ومروت طيب انواع السحر ايه انواع السحر هما الناس اللي اجتهدت وقالت ان السحر ده فيه منه اللي هو السفلي وفيه منه اللي هو العلوي وفيه منه اللي هو الموجود سحر البيوت اللي هو المنازل وفيه منه اكتر من موضع احنا عايزين نتكلم انه هو ليه تعريف ادق لان برضو الحاجة التغييب عن القرآن والسنة بتبقى اجتهات صحيح فقلنا ان السحر ده لما جينا عرفناه قبل كده مع حضرتك قلنا انه هو زيادة الاقناع في الكذب يعني لما اجي اسحر حد انا دلوقتي عايز ادي له معلومة خاطئة انا عايز اوصلها له عن طريق حاجات معينة فيها معلومات مغلوطة فانا جيت دلوقتي ووصلت له المعلومة الخاطئة فسحرته فهي زيادة زيادة تأكيد معلومة خاطئة فانا كده سحرته فجينا لاصل السحر الناس عرفته بتعريف كثيرة كثيرة فكلها اجتهدات انما حضرتك لو جينا بحثنا في القرآن والسنة ما فيش المسميات دي خالص بس دايما يعني لما جيت كده عملت بحث بسيط على قد دي طوان في موضوع لا تحضرتك تخصص فانا عملت كده بحث فلقيت الناس كلها مصنفات تلاتة سحر تخيل وسحر مؤثر وسحر مجازي تمام فسحر التخيل ده هم شبهوا بسحر سيدنا اللي هو الصحراء اللي كانوا على أيام سيدنا موسى تمام وذكر القرآن يخيل إليهم صح كده اللي هو خيل يخيل إليهم تمام صحيح هل التصنيفات دي صحيح التصنيفات دي مأخوزة من اللغة العربية اللي احنا قلنا أساس اللغات في الكون كله فهو اللي احنا قلنا سحر التخيل ما احنا برضو ما بعدناش عن المعنى اللي احنا عرفناه اننا خليتك تتخيلي حاجة بعدا عن الحقيقة حتى لما جي كلم الله موسى هو ما كانش ليه علاقة بالسحر يعني فيه ناس تقولك انه هو هو أعلى من الناس بالسحر والكلام ده لأ هو كان سيدنا سليمان الأقوى في التاريخ اللي هو كان بيحارب الناس دي وكان ربنا مسخله جميع الجن صالحين وفاسدين وكذا وكذا وكان الأقوى في التاريخ والأعظم لما جم تكلموا حتى الدلال القرآنية بتقول ان سيدنا موسى أصلا اتخض لما شاف العصى انقلبت إلى سعبان فالقرآن قال يخيل اليهم لو هي حقيقة كونية مثبتة ان هي الكلام ده وقع وحصل ما كانش القرآن قال الكلام ده وما كانش قال وجس منهم خيفة وما كانش قال سيدنا موسى مثلا في التاريخ ذا كان في السنة النبوية كقرآن كريم اللي هو ترجع له السنة أو خزوا عن بني إسرائيل النبي قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولكن خزوا عنهم هم كتبوا فجاءت الإسرائيليات قالت ان هو كان ساحر وكان وكان هو كان لا يفقح شيئا عن السحر ولا عن علم السارة ولكن ربنا استخدمه عشان الحرب على العالم دي كلها فده السنة تذكر ذلك طيب السحر بقى اللي هو الأعمال اللي احنا دايما بنسمع أنا أي ستة كده تقول لك أنا أصلا معمولي عمل أصلا أنا مش حاكفة شيخ راح قال لي طبعا طبعا نتكلم على دجل طيب بتقول لك أنا مش حاكفة قال لي دا دا معمولك وما تفون في كذا الكلام دا صحيح الكلام دا بيحصل هو من ضمن الحاجات دي احنا بنقول الخرافات لا هو كل موضوع ليه أساسه علم السحر قلنا ان هو الكلمة ذكرت في القرآن والعلم ذكر في القرآن وليس شيئا مستنسخ لأن هناك برضو أدلة كثيرة مستنسخة في القرآن حتى سمعنا عن بعض الناس اللي هي المجانين يعني عندهم استنسخ في القرآن ووصلت ان هما يستنسخوا يعني بعض الدول اللي هي ما عندهاش علاقة يعني من ضمن الفرق طبعا كلمة الشيعة دي مش معناها ان هي الفرقة اللي هي الخوارج كلمة الشيعة تذكرت في القرآن 11 مرة فشيعة معناها فرق أو تابعين أو أهل أو عشيرة أو أقارب بعض الفرق لما جدت تلعب في السنة وفي التاريخ وفي القرآن وفي الأحاديث وصلت طبعا كان السباب لأول حاجة السيدة عائشة وهم من الخوارج يعني هما فرقة اسمها الخوارج وتدرس في الأزر الشريف من ضمن الشيعة وهذا يبدأ تكلم على حادثة الإفك طبعا بأنها وبعدين سبوا صحابة رسول الله من أول سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقتلوا منهم من قتلوا يعني هما يقولون أنهم ناصرين للإمام عليه وهم من قتلوه طيب يعني الناس دي الناس دي وصلت ان هما استنسخوا جي قرآن عندهم كلمة استنسخ يعني استصنع وخلق أشياء ليست موجودة في القرآن فاستنسخوها وخدوا كلمات وخدوا آيات ما نجدتش وحطوها وليهم مصاحب بالكلام ده لو حضيتك عملت سرشة أو بحثتك هتلاقي الكلام ده موجود طيب وهل بقى موضوع السحر ده موجود بالنسبة لهم ولا موضوع السحر ده فعلا موجود يعني فعلا فيه سحر مؤثر فيه فيه سحر زي ما احنا بنسمع حد حطي لي حاجة ده موجود فعلا أعظم أعظم ناس تكلمت في السحر وفعلت أفعال تغضب الله هم اليهود وأعظم طائفة وأعظم طواقف السحر والجن الفاسد هي طائفة يوم السبت احنا قلنا قبل كده أن الكون تخلق هل تقصدك على أهل السبت؟ لا مش أهل السبت أهل السبت دول حاجة تانية أهل السبت اللي هم ينسب إليهم اليهود احنا بنتكلم دلوقتي في السحر أقوى أفعال تحصل من السحر أو أهل السحر هم طواقف اليهود ودول يخصوا يوم السبت احنا قلنا قبل كده أن الخلق خلق في ستة أيام أن الله تعالى خلقت تربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجرة يوم الإثنين والمكروه يوم السلساء والأربع خلق فيه النور والخميس خلق فيه الدواب وخلق سيدنا آدم يوم الجمعة ما بين العصر والمغرب فهما الناس دول أعلى طواقف للسحر الموجودة هم اليهود طيب خليني بقى أخذ من كلمة سحر تمام حدوك قلتني فيها من الحووف النورانية التصنيف التاني بقى اللي هو الحووف المنخفضة لو حاضرتك أحنا كلمة سحر فيها ثلاث حروف والثلاثة حروف نورانية وحاضرتك اختارتي زي كل مرة جملة لها لكي تبقى تبقى بيها حروسك عمّن هي أحروسك عمّن هي هي جت حروف عشرة من الحروف النورانية طبعا احنا دايما حاضرتك بتجيب لنا الجمل الحلوة اللي هي ما فيهاش حرف مكرر وده من الإعجاز بتاع الحروف النورانية إن ما فيش جمل فيها حرف مكرر وده من الصعب خلينا نقول معلومة برضو عن الحروف النورانية برضو وانت بتحب حاضرتك للحاجات دي الحاجات بتلقى أحروف لأن الأحروف هي أعجاز طبعا في القرآن الحروف النورانية قلنا 14 ما فيش اسم في الكون لراجل أو لست أو لطفل أو لحد يخرج عن الـ 14 دول ما فيش أي اسم في الكون احنا قلنا طبعا احنا أساس اللغة اللغة العربية احنا أساس اللغات في أي حد هي كلمنا اللاتيني هيكلمنا عبري هيكلمنا الكلام ده لما نيجي نترجم احنا الترجمة فالـ 14 حرف أتحدى العرب من المحيط إلى الخليج أن يجد لك اسم ما يطلعش من الـ 14 حرف اللي هم نص حكيم ونقاطع له سر فكلمة سحر جات اتذكرت طبعا في القرآن وتذكرت في السنة وموجودة وده علم موجود ما زلنا نقول أنه هو علم مش دجل ولا الكلام ده الدجل احنا اللي بننا الاحتيال احنا اللي بننا الجلب بكلمة جلب مفيش حاجة اسمها جلب مفيش حاجة اسمها العلاج بالقرآن إذن الشفاء يا سيدنا رسول الله إدانا وهتيجي المواضع اللي حاضيتك كتيرة في الحديث بتاعت آية الشفاء الستة تمام فده موجودة طيب يبقى احنا نتكلمك على أحروسك عن من هي تمام طيب هتجدك كنت يبقى حاضيتك برضو أحروسك عن من هي يبقى بتتكلم عن العين اللي هي تكلم فيها يا سيدنا رسول الله وقال العين حق والسحر حق تمام يبقى الحسد تمام طيب احنا عايزين بس نتكلم عن الحسد سريعا تمام الحسد هو تمني زوال النعمة احنا عايزين ده كويس تمام هاي قلتلي اتذكر الحسد في خمس مرات في القرآن تمام كلمة يحسد أو حسد أو حسدا زكرت خمس مرات في القرآن وجينا في الارقام دايما بتحب حاضيتك تتكلم فيها ان لما تذكرت خمس مرات كده هي رقم مميز عندنا وهي قلنا طبعا من ضمن الحاجات اللي هي بتعالج اذا كان العين او الحسد او الكلام ده هي رقم واحد الصلاوات الخمس صحيح فاحنا عندنا الصلاوات كانت خمسين ذكرناها وبعدين يا رب يا رب فاصبحت خمسة فبقت سنة يبقى اذا الرقم بتاع خمسة هو يخص رقم واحد الصلاة فالصلاة هي رقم واحد لعلاج العين والسحر وعايزين نتكلم بقى على باقي العلاجات سوة البقرة تمام كانت جات السنة والكلام ده كله موجود في القرآن وقلنا حضرتك قبل كده ذكرنا ان احنا ما بنتكلمش في اسرائيليات ما بنتكلمش في احاديث ضعيفة تمام هو العلاج الاول سوية البقرة والسحر والحسد تمام احنا لو ذكرنا يبقى البقرة وقال عمران ايوة وقاية الكرسي تمام والمعوزتين تمام والاخلاص كله والله واحد تمام لو انت جامعت الصور هتلاقيها خمس صور فهو ده الرقم برضو صحيح اللي هو قلنا الاعجازة في القرآن من دن الأرقام الاعجازية هي خمسة وقاية الكرسية طبعا موجودة أساسا ومنسوخة من الصورة اللي هي المفضلة بتاعتها يبقى احنا برضو ما خرجناش الصور بتاعت الحسد والسحر وكذا وكذا هي عددها خمس يبقى الخمس صلوات تمام وقام خمسة تمام الحسد تمام وخمسة ايه كمان؟ كم تيها خمسة حاجات قلنا كفة الايت كفة الايت خمسة اه احنا جينا كفة الايت برضو لها بمرجأة عشان كده لما ناس بتقول تعمل كده للناس اي واحد كفة الايت حضرتك كانوا من ضمن انواع السحر والكلام ده للابدان فقلنا يتأثر الانسان بالايت عصب الانسان كله خدم وايت تمام فلو قلنا ليه مثلا في العمية عندنا واحنا برضو ما زلنا نقول ان احنا شعب دمه خفيف اي حاجة بس كل اللي احنا بنعمله بيرجع للغة العربية وللقرآن وللسنة فكفة الايد الخمسة يعني فيما معناه ان انا بحجم وبحجب العين اللي هي بتتكلم فبشاوب بالخمس اصبع يعني دي ليها اصل طبعا ليها اصل ما هي دي اصلها طيب اه يبقى كده خمس اصبع يبقى خمس حواسي موجودة عندنا في دي انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا لكم والحلقة الجاية هنكمل تانية مع صورة البقرة وقالي عمران وقاية الكرسي شكرا لكم شكرا جزيلا كان معنا الباحث عمر زياد الباحث في اصرار الحروف النورانية فاصلوا نرجع لكتاب